الأمين الولائي للاتحاد الفلاحين لولاية أبو مردس أهلا بك سيدي برك الله فيك شكرا لك على كارم الاستضافة والتحية الطيبة إلى كل المشاهدين شكرا إذن بداية الوزير يكشف بالأرقام ربما عن حصيلة الانتاج الفلاحي لشعب الفلاحي خلال سنة 2021 و2022 ومقارنة بينهما هناك ارتفاع بألف مليار دينار خلال سنة واحدة لا ترى أن هذا الرقم هو رقم معتبر مقارنة بالمدة الزمنية التي ربما لم تصل إلى عام كامل أولا بسم الله الرحمن الرحيم وفيما كشفه وزير الفلاحة والتنمية رفية سعب الحفيظ هني على تطورات وعلى الرفع في القدرات الانتاجية للمنتجين في هذه السنة الفارطة سنة 2022 والذي لم تنتهي إحصائيتها بعد فهناك حقيقة ارتفاع في الانتاج من طرف القدرات الانتاجية للمنتجين وهذا عن طريق اتباعهم للمسار التقني وكذلك التحفيزات المقدمة من طرف الدولة والتخطيط المحكم من أجل الإقلاع بالقطاع الفلاحي خصوصا ما هي القرارات التي أسداها رئيس الجمهورية مؤخر للإقلاع بالقطاع الفلاحي فهناك ذلك توسيع في مساحات الاستغلال للأراضي الفلاحية هناك بعض الملفات في العقار الفلاحي الذي سويت وشجعت في استثمارها من طرف المنتجين كذلك التوجه إلى الفلاحة في المناطق الصحراوية وكذلك من حيث التقنيات والمرافقة التقنية للمنتجين محليا من طرف كل الجهات هذا أدى إلى ارتفاع في قدرات الانتاجية للمنتجين هذا ما أدى إلى ارتفاع قيمة الانتاج في السوق الجزائري ككل بالرغم من أن هناك سنة هذه سنة 22 من حيث كمية الأمطار التي تهطرت كانت قليلة بالرغم من كل هذا ولكن يعني الامتباع للمساحات التقني والتوجهات للفلاحين كانت هناك ارتفاع حقيقي في القدرات الانتاجية للمنتجين هذا اللي أدى إلى هذا الارتفاع ونحن نأمل لو كانت هناك يعني إن شاء الله كان غيث نافع يعني وكانت أمطار كان يكون شيء أكثر وهي تنمية ككل تنمية ما تتوقف دائما يعني الإنسان في التطور وفي تنمية مستدامة دائما يطمح إلى الأحسن وهذا الشيء اللي يخلينا نستبشره خير لما الإنسان مبقى شعحته وعندنا قدرات انتاجية وكانت نعتبرها مليحة دائما نطمح للمزيد لما لا من الانتاج للاستهلاك نتوجه للتخزين نتوجه للتحويل لما لا للتصدير فهذه بشرة خير وانفراج إن شاء الله للقطاع الفلاحين طيب لو نتكلم عن ولاية ربما بومردس باعتبارها ربما مثال عن باقي ولايات الوطن هل حقا لمستم هذا الانتاج الوفير على مستوى ولاية بومردس؟ حقيقة الانتاج هذا ميداني على المستوى المحلي في ولاية بومردس كان هناك خصوصا أن ولاية بومردس معروفة بانتاجها للعنبل المختصة في الكوروم فكان هناك إنتاج حقيقة ملموس ميدانيا تمسوه الفلاحين ميدانيا رغم صعوبات المناخية لسنة 2022 إلا أن هذا لمسناه ميدانيا بارتفاع قدرات الإنتاجية لدى المنتجين في كل الشعب سيد سيباو ربما بالتزامن مع نعقاد قمة المناخ بشرم الشيخ المصرية هناك حديث عن اعتماد مخابر علمية لإيجاد حلول تمكن الزراعة من التأقلم مع تغييرات المناخ لأن الزراعة في الضرف الحالي تغيرت ربما المعطيات الخاصة بالمناخ الخاصة بتساقط طالب طار هل أنتم فعلا بحاجة إلى مثل هذه المخابر؟ لكل شو هو العلم والتكنولوجيا كل إنسان في حاجة إليه ورب سبحانه عزيزيز يقول هل يستوي الذين يعلمون أو الذين لا يعلمون وبالتالي أي علم أي تكنولوجيا أي تقنية أي معلومة تقدر تفيد بها الفلاح فهي تساهم في رفع القدرات الإنتاجية وتخليه ما يبقاش عرضة للأخطار المناخية وبالتالي أي شيء مثل هذا عنا نعتبره ونثمنه أنه راح يكون دعم وساند وتشجيع وتحفيز للفلاحين فالكل ليس الكل محتاج إلى تكنولوجيا وما يقدرش يتخلى حتى إنسان مهما كانت ظروف هذه وما كانت مستوات هذه التكنولوجيا فنحن بحاجة إليها وتعتبر كحافز وتثمين للقدرات الإنتاجية طيب بالعودة إلى مشاكل الفلاحين القديمة الجديدة التي تتكرر في كل ولاية ومع كل موسم أبرزه العقار التمويل الري وسائل الإنتاج المكننة الأسمدة وغيرها هل هناك ربما تحسن في هذا الجانب بالنسبة ربما للوزارة الروسية أو تعامل المصالح الفلاحية مع الفلاحين سأشوف أستاذ هما المشاكل اللي يعاني منها الفلاح ميدانيين هناك نوعا كأن المشاكل تعتطور عصران العصران تعتطور لما يتطور في الإنتاج انتاعه يقول لي تلقى مشاكل وحدة أخرى كانت غير محسوبة مثل مشاكل التسويق مشاكل التخزين مشاكل التحويل هذه أحنا نعتبرها مشاكل تعتطور لأنه قطاع والقدرات الإنتاجية تكاثرت وتزادت والطور الفلاح صبحنا في حاجة إلى ولا تلقى مع مشاكل ميدانيين تعتبر كمشاكل تطور وهناك مشاكل أساسية مثل مشكلة العقار اللي هو يعني راهم يسوي وفيه راهم يعني ماشي ولكن لم يسوى بعد نهائيا نحن إن شاء الله نأمل أنه في خلال هذه الأشهر المقبلة يكمل يطوى ملف العقار نهائيا أتمنى أن مديرية أملاك الدولة خصوصا نحن عدنا في ولاية بمردس الإشكال لنعانيهم أنه في مشكلة العقار أنه دول الأراضي الفلاحية للولاية سوى كامل الملفات الإشكال راهم موجود حاليا على مستوى مديرية أملاك الدولة ومسح الأراضي والمحافظة العقارية يتمنى إن شاء الله يمشوا في هذه العملية باش ننهيهم ملف العقار نهائيا عندنا كذلك مشكل الري وهناك سدود دايما نتكلم عليها هناك سدود مملوئة بالمياه وقنوات التوزيع محطمة منذ العشرية السوداء وهذا شيء يعني يؤلم الفلاح ويؤلم الجزائري ككل لأنه قادرين نحن نحققه في الظرف اللي احنا نشتكيه من شح الأمطار ونشتكيه من كذا احنا عندنا مياه موجودة وما نقدروش نستغلوها نأمل إن شاء الله عن طريق وزارة الفلاح والتنمية ووزارة الموارد المائية تكون تسجيل عملية في أقرب الأجل المستعجلة من أجل استغلال هذه السدود هذا كذلك رح يساهم بكمية كبيرة في الزيادة في القدرات الإنتاجية أما مشاكل الأسميدة ومشاكل هناك يعني الأسميدة إعادة النظر في سعر المرجع المحدد للدعم في نسبة 50% فقط كذلك يعني الملفقة من طرف المعاهد التقنية ومن كذا فهذا لابد منه يزيد يكون يتوسع شوية والتظافر الجهود ميدانيا لابد تكون من كل الفاعلين في القطاع هناك توصيات من وزارة الفلاحة بإشراك كل الفاعلين الموجهة لمديرة المصالح الفلاحة بإشراك الغرف وإشراك اتحاد الفلاحين وإشراك مجلس المهنية ككل باش نقدروا نمشوا بتطور حقيقي وتنمية حقيقية وحنا كنا كذلك كاتحاد الفلاحين من جهتنا كانت الأمانة الوطنية في إطار حملية الحرث والبذر دارت لقاءات جهوية لتحسيس الفلاحين من أجل اتباع المسار التقني لأن الأمن الغذائي هذه أمانة تعتبر كوطنية اليوم من دراهم النع من القناش في السوق الحرب بالروسية الأوكرانية وضعت للعالم كل أن ماذا قيمة الإنتاج الفلاحي داخليا خصوصا المواد الاستراتيجية واسعة لاستهلاك وبتالي كذلك كانت تعليمات من طرف الأمين العام بالأمناء الولائيين من أمناء البلديات بالتحسيس ميديا والمرافقة دائما والتنسيق المحكمة بين كل الفاعلين من أجل الإقلاع بالقطاع من أجل رفع القدرات الإنتاجية من أجل تحقيق الأمن الغذائي وإذا قلنا الأمن الغذائي لابد بالموازي أنه نقول سيادة وطنية وهذه مسؤولية الجميع مسؤولية رئيس الجمهورية مسؤولية حكومة مسؤولية وزارة مسؤولية اتحاد مسؤولية غرفة مسؤولية المواطن البسيط مسؤولية الفلاح الموجود ميادانيا وهناك يعني ما نقولوش ما نقدروش نتكلموا على كامل المشاكل في عجالة في بلاتو كما هذا ولكن المشاكل الأساسية وما نحبوش نسموها مشاكل نقولو إشكالات لأنه عندهم طرق إن شاء الله الحل هنا أملو هناك إرادة سياسية من طرف الحكومة وكذلك إرادة سياسية من طرف الوزارة إرادة حقيقية موجودة من طرف الفلاحين إرادة من طرف اتحاد إرادة من طرف الغرف الفلاحية بش تكون هناك انطلاقة حقيقية وإن شاء الله تسو هذه الأمور ونمشو للأمام إن شاء الله وربما انطلاقا مما قلت قبل قليل قلت أن منطقة بومرداس معروفة بزراعة الكورومة هناك توجه حكومي لتشجيع الزراعات الاستراتيجية كالحبوب والبقول الجافة خاصة بالأراضي الصحراوية هل هناك توجه من فلاحي ولاية بومرداس ربما إلى الاستثمار في المناطق الصحراوية في زراعة الحبوب أو البقول الجافة وغيرها هناك عندنا في الأحين هناك لكان يكون توجه وتدخل من طرف الوزارة بتوجيههم إلى المناطق الصحراوية لإنتاج الحبوب وبقول الجافة يكون هناك في الأحين اللي ماذا بهم حاضرين حاضرين باش يدخلوا ضمن هذا البرنامج لتنمية الزراعة الصحراوية وكذلك عندنا حاليا في ولاية بومرداس شريط ساحلي ولاية بومرداس الذي فيه 32 كيلومتر اللي كان معروف سابق ببيوت البلاستيكية نحن اليوم كرة كورو ما رأيش عجبنا حاليا لأنه لكان هذه السدود التي تكلمنا عليها رأي تمشي نسترجع للبيوت البلاستيكية لإنتاج الخضروات لأنه في إنتاج الخضروات هي أولى وتعتبر كمادة استراتيجية قبل ما إنتاج الكورو ربما تكلم الوزير أيضا حول توجه الحكومة نحو إنشاء بطاقة ذكية للفلاح تحتوي على ملف إداري من أجل تبسيط الإجراءات الإدارية والبيروقراطية هل هناك إضافة ربما تمنحها بطاقة الفلاح لفلاح أستاذ هذه البطاقة الذكية التي أصبحت التي تكلم عليها صرح عليها سيد الوزير فهي عملت على محفظة الفلاح كامل الوثيق التي كان من قبل يديهم سواء للسي سي يالس ولا يديهم للغرفة ولا يديهم للدياصة ولا يديهم اليوم صبح في بطاقة واحدة يديرها في بنت عو يروح فيها هذاك والملف موجود فيه سواء يروح للتأمين سواء يروح للقرض سواء يروح للتمويل وين راح كامل ببطاقة واحدة هذه تعتبر إنجاز يعني كبير إن شاء الله قضينا على البيروقراطية قضينا على حمل وثائق كثيرة للفلاحين يصبح بطاقة يجيب الفلاح في بداية السنة يعمل وين يروح هذه البطاقة هذه ملف وكامل هذا كامل الوثائق اللي كان مقبل يديهم معاه اليوم يصبح فيها هذه البطاقة يمشي بها وكذلك حسب معلوماتنا أن هناك ملف على مستوى إدارة الغرفة الوطنية وكذا وزير الفلاح والتنمية ريفية من أجل تخفيف حتى الوثائق وتسهيل الفلاحين من تمكنهم من حصول على البطاقة الفلاح بدل من كان هناك بعض الشروط بعد حاليا هذا في إطار التطور التاضح أن هناك لابد من تسهيل في بعض الأمور ممكن إن شاء الله يفرج عنه قريبا إن شاء الله وهذا يعود بالخطوة إيجابية كبيرة وفي أي شيء كما تكلمنا يعود في إطار الرقمان أو في التخفيف اللعب على الفلاح من حيث سواء الوثائق أو من حيث أي شيء يعتبر كإنجاز كبير إن شاء الله اللي يساهم في التطور سيد سيباو ربما إضافة إلى أن بطاقة الفلاح ربما مهمتها تسهيل إجراءات الإدارية وغيرها وهي تمنح العديد من الامتيازات للفلاحين لأن هناك الكثير من الفلاحين على مستوى الوطن يشتكون من أنهم لا يملكون بطاقة الفلاح وبطاقة الفلاح تقدم الكثير من ربما المزايا على غرار ربما الاستفادة من التأمين الفلاحي وبطاقة الشفاء بنسبة الاستفادة من الأسمدة الكيميائية الإعفاء الجمركي ربما لو نتكلم عن المزايا التي تمنحها بطاقة الفلاح ربما بصفتها المميزة أو التي كرسها القانون الجزائري هو كلما البطاقة الفلاح هي بطاقة مهنية تثبت مهنة وصفة الفلاح أنه فلاح وهناك عدة امتيازات مادتهم الدولة للفلاح سوف يبدون بطاقة فلاح التي تثبت صفة الفلاح ما راح يستفد من هذه المزايا والإشكال اللي وقع فيه أنا كنت سبقت وتكلمت لك عليه لماذا هناك ملف حاليا موجود للدراسة من طرف الوزارة والغرفة الوطنية وإحنا كنا ساهمنا فيه هناك فلاحين وهمية تثبت تثبت فلاح في الشيوع أراضي باش يقدر يدير فريضة ويدير كذاش باش تصبح على ملكه على اسمه يجيب العقد على اسمه باش يستفيد من البطاقة هذه كل هذه المشاكل اللي حصيناهم كامل مع بعضنا اتحاد غرفة وزارة فلاحة وحاليا الملف على طاوية وزارة فلاحة والغرفة الوطنية من أجل تسهيل هذه وتذليل هذه العقبات باش يصبح أي فلاح يمارس مينة الفلاحة سوى عن طريق الشاركة او سوى عن طريق الورث في الشيوع يصبح تسهيل باش يستفيد من هذه البطاقة لأنها هي بطاقة ميهنية تثبت صفة الفلاح لا تثبت صفة ملكية القطعة المستغلة قطعة المستغلة سواء كانت احنا حاليا يطلب له يقولوا جيب لي عقد ملكية او عقد ايجار او عقد امتياز فهناك اللي عنده عقد شاركة القانون اللي كان اللي هناك من يقول مثلا الارض في الشيوع ومن ما وش قادر يستفيد منها هناك اراضي في المناطق الجبلية اللي تمسحت مؤخرا وتمسحت في اطار المجهول وكذا كان هناك نقايس وبتالي هذه كامل لما حصينا المشاكل هذا وقدمناه هناك الوزارة مع غرفة الوطنية في هذا الاطار باش تذلل هذه العقبات يس يصبح كل من هو فلاح له صفة فلاح من حقه أن يستفيد بهذه البطاقة لأنه نكررها هذه البطاقة تثبت صفة الفلاح لصفة الملكية صفة الفلاح المهنية في هذا الاطار ربما سيثبه الكثير مننا ربما المربين حتى المربي مربي الإبل مربي ربما المشي يعتبر فلاح هل هناك ربما إشكالية في كون ليحصل على بطاقتهم لما نتكلمه الفلاح كل ما ينتج إنتاج حيواني أو نباتي يعتبر فلاح مربي الإبل مربي الجمل مربى الدجاج مربى كذا منتج الكوروم منتج التومور كل ما هو إنتاج سواء كان فلاحي سواء إنتاج نباتي أو حيواني فهو صفة الفلاح والفلاحي تجزى إلى مربى إلى غير ذلك يعني هل هناك في وقت سابق كان هناك بعض الفلاحين نقدر نقول أنهم وهميين كين فلاحين ربما يستفدون بطاقة فلاح ولكن ما عندهم مش علاقة بالنشاط فيه شوف احنا نتكلمه في هذا المجال لو نروح لهذا المجال نقوم أنه الصالح والطالح موجود في كل في كل قطع هناك اللي عنده عقد تعمل ملكية يدفع لها من تعمله إداريا في عقد ملكية ما يقدرش الغرفة الآمية لعقدة الغرفة ميشتش عليك الملف إداريا مكتامل وبتالي من هذه النقاط اللي حبوا يمشوا في الجديد الأخير اللي ربما يبين أجل تذليل العقابات لحصول على بطاقة فلاح يمشيوا من الأنج باش يعدوا يمدوا الأهمية اللي راح يمارس المهنة الفلاحية قبله من الوثيق الإدارية لأنه أنا ما عندي عقد فيه ثلاثة كتارات تعطراب ما مرانيش نخدم فيه ما مرانيش نمارس المهنتي كين يدفعه ما تقدرش تقول لي ما نطقش بطاقة يعني من فيه كامل واجد هذه ممكن هذه الأمور ممكن أمور أخرى تقدر تكون كذا وكذا كما باقي القطاعات ولا كين مهيش بالكمية اللي رانا نشوفه فيها يعني أنه موجودة كل حالة نادرة واحد في المية ممكن ولا كذا ممكن تقدر تكونها سيسي باور باما الكثير من البلدان توجهت إلى أنه الفلاح لم يبقى مجرد فلاح بالمتعارف عليه يعني تقليديا الفلاح أصبح مؤسسة فلاحية سواء تنتج أو تصدر أو تخزن هل حان الوقت من أجل ربما أن يتحول الفلاح إلى مؤسسة فلاحية تنتج وتسوق وحتى تصدر شوف الأخنا كنا دايما نتكلموه في هذا المجال وقلنا الفلاح لابد من معاملته كمستثمر باش نعمله كمستثمر لازم نوفره للأليات وشروط القانونية باش يكون حقيقتنا مستثمر من حيث التمويل ومن حيث كذا أما فيما يخص تسويق وكذا احنا الفلاح ماذا بنا يكون كمنتج فقط وضيفتو الإنتاج وضيفتو الإنتاج إلا دخلنا للفلاح تسويق بعد أن تورح نضيع الإنتاج تسويق الروحولي عن طريقة ما عن طريق إنساء مؤسسات ناشئة من طرف أولادهم مختصة بتسويق أو كذلك هناك القانون موجود على مستوى الزرط في لحوة تنمية ريفية ورغم يشجعوا فيه حقيقة من أجل إنشاء تعاونيات كان هناك تعاونيات للتمويل وهناك ثانيك إن شاء الله يمشوا التعاونيات للتسويق ولما لا تعاونيات للتحويل تعاونيات للتصدير تعاونيات للتخزين هذا يعني ممكن شيء يدخل ضمن المشاكل اللي راني نتكلمه لهم ومتاع التطور اليوم لما نحن نشكي ومثلا بللي أنه هناك إنتاج فائض كما راح صاري حاليا مع مربي دواج ربي يكون في عونهم راح الفلاح اللي يوجد البوليتشار يبيعه راح خاسر الناس اللي عندهم الكوتكوت الفلوس راح يوجد رامي راميه فيه مكانش اللي يديه وهذا الأمر هذا وش راح يلع فينا؟ يعني في السوق الجزائري يلقوا أنه أسعاد لحوم البيضاء دائما مرتفع حتى البورصة تاحها غير تابتع يعني تقدر بين الصباح والمسا يتغير هذا اللي أحكي لك أنا السوق تعلجاج حاليا ذكرة الفلاح كي بيعه راح خاسر مزمع اللي تخدم عندها الروبرو اللي تخرج الكوتكوت الفلوس راح يرمي فيه هذا هو اللي يأدي إلى تذبذب السوق المعدة على شهر شهرين نلقوا السوق عود رتافع لما الإنسان كي يخسر حي يحبس ما يخدمش وبالتالي هذي نحن مطالبين كمهنية عندنا جزء من المسئولية والجزء لأخر من الوزارة من أنزو على طاولة من أجل إيجاد حل حتى المهنية لازم من نظم نفسنا كيفاش نعرفو شحال نحطو بوليتشير شحنجيبو روبرو شحنجيبو حسب حاجية السوق ما يكونش عندنا الفائض بزاف باش ما نرميوش وما يكونش عندنا نقص باش ما تطلعش الأسعار تبقى الأسعار متقاربة لبعضها بعض وبالتالي نحافظ على المستهلك ونحافظ على المنتج باش يبقى ينتج لي أما فيما يخص كذلك في كل في كل شي في كل شعب أو في أي حاجة لما يكون الإنتاج فائض راح يهبط السوق لما يكون الإنتاج ماكش اللي يقبل يخدم بالخسارة اليوم لا نخسر مزيد لا بد هذه من إعداد استراتيجية وهناك بيكون شجعة نقولها بيكون جراء جزء كبير من المسؤوليات التي نتحملوه إحنا كام مهنيين لا بد من تنظيم أنفسنا يولي الإنسان كي حط ألف فلوس باش يربيها بوليتشير تكونوا على علم وعلى بنا قعوش كاين حسب الحاجة هذا إن شاء الله أنا أمله لأنه وقت الوقت كنا نحوص على من أجل إنتاجية أعلى الحمد لله اليوم مصلى لحيث الإنتاج هذا دقوا إن شاء الله معنا للوزارة والغرف الفلاحية والتيحات في الأحين يكون هناك تنسيق مع المجالس المهنية والفيدراليات من أجل إعداد مخطط المهني حقيقي لتخطيط الحاجيات سواء حاجيات السوق أو حاجيات المنتجين باش يكون هناك يعني تنسيق محكم ونعرفه وش لازم أننا نحتاج والسوق وش يحتاج وش لازم علينا أن ننتجه وحتى كذلك المنتج هذا لازم نحافظه عليه أنه هو قطع منتج ما هوش قطع اجتماعي هو لابد أنه ينتج لدم أنه يخدم يربح نحافظه عليه بها يربح وما يخسرش ولازم يساهم أنه في بناء الجزائر ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي عن طريق وطنيته وهذي لابد أنه كما يخسرش يساهم يوفر إنتاج باش نحققه أمن الغذائي وهذا تضافر الجهود من طرف الكل ونشوف هناك إرادة يعني هناك تنسيق ما بين كل الفاعلين في الخطاع سواء وزارة أو اتحاد أو الغرف وكذلك المنتجين ممكن إن شاء الله نقضي أن تصل في غضون أيام قليلة إن شاء الله طيب أستاذ لو نرجع إلى ربما كمية إنتاج الشعب على غرار الحبوب البقو الجفة البطاطا وغيرها نجيت أنه دائما شعبة الطماطم الصناعية في الصدارة في كمية الإنتاج وحتى أنه حققت الاكتفاء الداتي يعني ما هي الشروط أو الأدوات التي توفرت لدى شعبة الطماطم الصناعية اللي خلتها دائما تحقق الاكتفاء الداتي وتكون في الصدارة على غرار الشعب الأخرى وش لازم على الشعب الأخرى أنه يتوفر فيها حتى تلتحق بركب هذه الشعبة شوف شعبة الطماطم الصناعية علش تحققت أكثر من 23 مليون قنطار مقارنة ستقولي مع الحبوب ومع كذا شوف لي أنه شعبة الطماطم ما تعتمدش على الأمطار تعتمد على السق السقين محول هذه واحدة الشيء الثاني هناك صباحة تخدم الطماطم الصناعية حتى العمل تحها ميدانيين عاد بمكنانا وتخدم كفلاحة صناعية تطوروا فيها لعني كثير وحتى المدى ما تستغرقش بزاف من الزرع انتحها للجني انتحها هناك مكنانا مسار تقني محكم في زرعها وفي جنيها في يعني متطور هناك تطور حقيقي وهناك يعني كذلك محولين موجودين ولو يشوفوا بعض الاقتضاء يعني في سيسيلة لعشان انتعى الناس اللي يدول السلم والمنتوج التحهم للمعاصر ولكن كان هناك نسبة كذا من الدعم للدولة في المنتجين اللي كانت تحفيز من الأجر على القدرات الانتاجية هذا الكل سهم في أنجر تطوير هذه الشعبة وناس هناك خصوصا في الشرق الجزائري متمكنين مليح في هذه العملية وتطوروا مليح هناك قدرات الانتاجية لبس بها معتبرة سيد سادق سيباو الأمين الولايات الاتحاد الفلحين لولايات بو مردال شكرا على كتابية الدعوة وشكرا على كل هذه التوضيحات فرصة أخرى إن شاء الله استكمالا معكم لبقية أخبار